صباح الخير وأهلا بحضراتكم كل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان وتغطيتنا الصباحية اللي بنتابع فيها دايما مع حضراتكم أهم الترندز اللي بتتصدر أخبارها السوشيل ميديا من إمبارح وحتى اليوم الترند الأول اللي معانا النهاردة بعنوان السوبر يا أهلي وده لأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيسألوا على موعد مباراة السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي بطل دوري الأبطال الإفريقية والرجاء البيضوي المغربي بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية على لقب كأس السوبر الإفريقي واللي هيتلعب في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب أحمد بن علي الخاص بنادي ريان بالعاصمة القطرية بالدوحة حصد المارد الأحمر لقب دوري الأبطال للمرة العاشرة في تاريخه على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بعد الفوز الكاسح بثلاثية دون رد فيما حصد الرجاء المغربي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في عام 2021 بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 بيحتاج الأهلي للفوز ببطولة السوبر من أجل إسعاد جماهيرو للفوز بكل بطولة بنافس فيها الفريق وأيضا لأن الفوز ببطولة هامة كبطولة السوبر الإفريقي هيكون ليه مرضوط قوي وإيجابي على الجميع في الأهلي من الناحية المعنوية وده قبل عودة مباراة الدوري بمواجهتي فيوتشر وبيراميدز لاستمرار خطة إعادة اللقب للخزائن الحمراء بعد فقدانه بالموسم الأخير خليني أقول لحضراتكم أنه من المتوقع أنه يبدأ بيتموسماني المباراة أمام الرجاء المغربي بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمة بدر بنون وياسر إبراهيم أكرم توفيق وعلي معلول عمر السلية إليو ديانج محمد مجدي أفشا حمدي فتحي وبرستاو ومحمد شريف طبعا يعني نفذت التذاكر المطروحة من اللجنة المنظمة لمباراة بطولة السوبر الإفريقي بعد أقل من يوم من طرحها عبر موقع الاتحاد القطري وده وسط إقبال رهيب من ربيطة مشجعي الأهلي بقطر على دعم المارد الأحمر بيحتل الأهلي صدارت أكثر الفرق الإفريقية تتويجا بلقب السوبر وتمكن من حصد الكأس في سبع مناسبات سابقة ضد أندي عربية وإفريقية فقق الأهلي بطولة السوبر الإفريقي في أعوام 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2020 أيضا مباراة نادي الزمالك والمقاولين العرب في بطولة الدور المصري اللي أقيمت مساء أمس الثلاثاء انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1 وبكده بيرفع الزمالك رصيده من النقاط ل 16 نقطة في المركز الثالث خلف الأهلي ومتصدر الترتيب بيراميتز كمان صاحب المركز الثاني وكانت من بين أكتر الموضوعات اللي تصدرت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أداء بعض اللاعبين زي رزاق سيسي السجل أول ظهور ليه مع الزمالك وشارك طوال الشوت الأول وقدم أداء جيد جدا بعد عودته من الإصابة شكل خطورة على مرمضي آب الجبل طوال الشوت الأول ونال إشادة الجميع على الأداء اللي قدمه كمان أشرف بن شرقي كان من بين أكتر الموضوعات اللي اهتم بيها جماهير الزمالك وده بسبب الأداء المتوسط اللي بيقدمه اللاعب خلال الفترة الأخيرة مقارنة بأداء اللاعب في الموسم الماضي واللي فصر البعض أنه سبب تراجع أداء بن شرقي هو عدم تركيزه داخل الملعب وعدم حسم مصيره من التجديد والبقاء مع الزمالك من بين أكتر الموضوعات أيضا اللي اهتم بيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانت حدثهم على السوشيال ميديا هي المواقف التحكمية وقرارات محمود عشور حكم مباراة الزمالك والمقاولين وعدم احتسابه ركلة جزاء للزمالك بعد اعتراض لعب المقاولين العرب أثناء سقوطه على الأرض لكرة مصطفى فتحي باليد داخل منطقة الجزاء في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بكده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية موجز الترند أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة وانتظرونا في توتيات أخرى على مدار اليوم إلى اللقاء